واتسواب يوتيوب ما انا ومعاكم فيديو جديد على قناة جديد كتب وقبل ان ده فيديو النهارة انا ساعد للايك والشير والسبسكرايب للشانه عشان نصل لك كل جديد لو انت حاب تشار معا سيب لك تحت لينك حساباتي اس في الفيديو ورقاملات اس في الفيديو ففيديو النهارة ده جاين نشرح ازاي تقدر تعمل ميكس لي فوكال تاج او بصمة صوتية اول حاجة انا سجلت البصمة ديت في اا صندوق جبت صندوق يا صغير حطيته حوالين المايك وحاولت اللي انا باي طريق اعز planteر تقول ماكس كده بتروب كده اا بعدين سجلت واسجلت ديت نسمعها كده بدون اي فلاتب ديتشاي تيكو إليس كو كنت رب ماها بالشكل ده اقوليكم النتيجة اللي في الاخر اللي انا قصلا بيستخدمها في كل البيتات اللي انا عمينها او في اي حاجة عموما هي ديت النتيجة النهائية ديتشاي تيكو ديتشاي تيكو لس كو تمام بس انا عملنا برضو بشكل تاني اللي هو الشكل دوت تمام نيجي بقى نرى يزايا عملناه بالشكل دوت والفارقة بين الشكل ده والشكل التاني الفارقة بين الشكلين دي اللي تحت مكتومة واللي فوق مفتوحة ويدي مفتوحة من طريق الايكيولايزر والتانية مقفولة برضو من طريق الايكيولايزر تمام معمولة بسوط لكن السوط طالع من سوط تليفون فدي تركاية كلها اللي عملتها في السوط دوت تمام فاحنا نقدر دلوقتي نشوف الفلاتر اللي اضفتها عليها تمام نسمع الواحدة بدون اي حاجة نفتع نفتع تمام اناول حاجة هنا اضفنا الايكيولايزر بالشكل ده كليكي مين هنا وند تليفون تمام وند تليفون دي يخلالك بالشكل ده ممكن تمام بطريقة تانية راديو هيبقى الصوت اكير انه طالع من راديو بالزبط تمام بعدين دي خضو الايكيولايزر سهلة جدا بعدين السوفت تيوب بحيث اللي احنا بس بنتقل الصوت او بنادي تتقيلة خفيفة للصوت تمام من طريق السوفت تيوب بالشكل ده تقدر تستخدم اي فكتر بديل لو انت حابب بعدين هنا الكمبريسر مهم جدا ان انت تضغط الصوت بحيث ان البصمة الصوتية تبقى مضغوطة تمام بعدين هنا الساتوران حابنا نعمل الصوت بشكل مختلف شوية تمام واخترنا دوت ويقلو في بروكن بعدين الاختيار دوت بحيث انه برضو بيدي للصوت حركات كده كويسة فنسمع كده التأثير الساتر اللي نعمل ازاي قابلو بعد بعد تمام كتم الصوت شوية وعمل حركات مختلفة شوية تمام بعدين يجينا ال OTT ده كومبريسر مختلف نسمع قابل بعد الدكوة برضو للصوت اكتر وي توضيح للصوت وضغط كويس جدا للصوت بعدين الريفيرب وي الديلي اللي هو تكرار الصوت الموضوع كله اصلا بيعتمد على فكرتك انت وبيعتمد على انت هايز تخلي الصوت عامل ازاي انت ممكن تكتم الصوت انت ممكن في ايدك اللي انت تخلي الصوت واضح بطريقة جديدة جدا انت ممكن تخلي الصوت حتة ال بيس دي ممكن تخليها اعلى حاجة في ال كلها فاهم يعني انت الموضوع كله بيترتب عليك انت حابب الشكل بتاعها هيطلع ازاي لان انت اللي بتشتغل فيها وانت اللي بتفنن في البصمة الصوتية اذا كانت طبعا لك تمام او لأي شخص غيرك هو بيقول لك مثلا عايزها كذا 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 وعايزها بطريقة عميقة وعايزها بطريقة مثلا حماس اكتر او عايزها فهو انت بتاخد مثلا من الزبون اللي بيقول لك عايزها ازاي وبتعملها بالطريقة اللي هو عايزها فانت برضو لو عايز بصمة صوتية زي اللي انا سمعتها لكو ديت تقدر تكلمني على انستجرام تحت اسفل فيديو او على الواتساب او اي حسابات ليا ونتواصل مع بعض واعملك البصمة بسعر كويس جدا فهذا الشكل النهائي من البصمة اللي هي الفرجن اللي هو الفرجن المكتوم شوية اللي هو الفرجن اللي هو اكتر طالع من تليفون احنا بقى ممكن مسلا نحزف دي مش عجبانة مسلا نقوم فاتحين ايكولايزر جديد تمام نقوم عاملين كده بعدين هاي باس بالشكل دوت بعدين نعمل الطريقة ديت تمام لعد الخمسة وخمسين نقف لحد المية واربين بالزبط تحديدا ونبدل نرفع هنا من الهاي فريكنسي تمام على مثلا تمانية ونثبت الشكل ده كده بالطريقة دي ونرفع شوية من الميد زي ما نشايفين بردك كده ونرفع شوية من جنب الميد بشويتين تمام بالشكل ده وممكن مثلا نخفف شوية من اللو ميد حوالي ثلاثة سفر بوينت سري سالب تمام بالشكل ده مثلا نسمع كده بعد تيتشاي تيكو تسكو ممكن نفتحها كده اكتر عشان يبقى فيه حتة من البيز واتحقه من السب والبيز ممكن نرفعها كمان ممكن نرفعها زي كده لحظوه نركز في الحتة ديت ممكن نرفعها بالشكل دوت تيتشاي تيكو تيتشاي تيكو تيتشاي تيكو الت tweaks تيتشاي تيكو التركيز في حتة ديتشاي تيكو تتركيز أكثر يمكن اللعب يوم تلك centre تبقل إستغلاق وendraض لganMagy ترتmern��ي ثاني بعد مرة ففي كذا طريقة وانت فاهم في كذا طريقة لانت تعمل البصمة الصوتية كذا كان فيدي النهاردة مشاشر نساعمل لايك والشارك والسبستكرايب للشانل عشان سألوك كل جديد فقط كذا كان فيدي النهاردة كان معكم دج دي كو من قناة دج دي كتو فسلا